السلام عليكم أجمنا عليه بستة خمس أجوب ولا أربع ولا ثلاث اكتفينا بأربع أما الأجوب عليه فهي أكثر من ذلك طب يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا الصحابة الذين قالوا السلام علي النبي هما ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما روى البخاري رحمه الله عن ابن مسعود نحو ما روى الترمذي وزاد فيه وهو بين مقرانينا فلما قبض قلنا السلام عن النبي نعم والترمذي اكتفى بهذا قدر وبيّن أنه الذي عمل به الناس وأعرض عن الزيادة نعم يقول السائل السلام عليكم وطبعا الترمذي طلع على رواية البخاري يعني ليس هذا من باب عدم علمه بالزيادة لكنه لما أراد أن يروي ما كان عليه الناس وما عليه جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم أعرض عن هذا الجيادة نعم يقول السيد قلت أن الراوي وإن كان له راوي واحد قد يكون ثقة ويوثق هل هذا يتعارض مع ما قد قصله أهل الحديث بأن الراوي الذي يروي عنه راوي واحد يكون مجهول الحال لا لا يتعارض كلام أهل الحديث إذا كان الراوي ليس فيه توثيق ولا تجريح لا توثيق ولا تجريح ولم يروي عنه إلا راوي واحد فهو مجهول العين إذا راو عنه راوياني فهو مجهول الحال أما إذا كان فيه تجريح فهو ضعيف لا يقال فيه مجهول وإذا كان فيه توثيق فينظر في التوثيق لكن إذا كان فيه توثيق غير معتبر توثيق يعني مثل توثيق بن حبان توثيق العجري توثيق العقيل وما إلى ذلك فحينئذ إذا روى عنه راوياني ثقتاني أو أكثر من راويين فحينئذ ترتفع عنه الجهالة ويكون حسن الحديث هذا التفصيل الذي أصله أهل العلم ما أصل أهل العلم أن الرجل إذا كان فيه توثيق وروا عنه واحد فإنه يكون حينئذ نيش مجهولا لا هذا الكلام غير صحيح يقول السائل قلت إن مخاطرة الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو أنه نفس السائل كأنه هذا السائل هذا الثاني سؤال له فقط طيب ماشا نفس السلوب في السؤال فظهر أنه نفسه نعم يقول قلتم مخاطرة الرسول صلى الله عليه وسلم برفض الغائد في التشهد مرجوه لكن ألا يقال إن نقل ذلك عن أكثر من صحابي وعدم وجود المعارض يؤكد أن ذلك في حكم المرفوع ما غير صحيح هذا الكلام هو يؤكد دون تأكيد يعني نحن نقول هو في حكم المرفوع في الجملة أي صحابي ينقل في الصلاة وفي العقيدة وفي التفسير الذي لا يحتمل الاجتهاد نقول في حكم المرفوع لكن إذا تعارض عندنا يعني الصحابة غالبهم رووا الحديث بدون كلمة فلما قبض غالبهم روى ذلك طيب أليس هذا ألا يعنينا هذا أنه هناك تعارض هل التعارض هو يعني عدم إمكان الجمع لا ليس التعارض معناه المنافى فقط بل التعارض معناه الزيادة وهذه الزيادة هي عمل بعض الصحابة لم يعرف إلا عن اثنين من الصحابة أنهم فعلوا ذلك أو أنهما نقل ذلك إلا هو ابن مسعود وابن عمر أظن مشي طيب الآن هذا الذي يعني هذا الذي نقل في الموضوع الذين نقلوا التشهد غير هؤلاء ومنهم هؤلاء ومنهم هذان الذين رويا هذا روياه لغير من رويا ذلك بدون هذه الزيادة ثانيا كذلك ابن عباس وعائشة وجمع من الصحابة روواه هذا من غير أن يذكروا هذه الزيادة إما أنهم لم يعلموا ما علم هؤلاء الصحابة أو أنهم علموا فإن لم يعلموا ذلك فإن لم يكنوا يعلمون ذلك فهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك في جمع من الناس بحيث لم يعلم أحد خص هؤلاء دون غيرهم وهذا لا يتوقع من النبي عليه الصلاة والسلام الظن أنه فلما قبض قلنا أن هذا إجماع أيضا هذا غلط لأن الصحابة الذين رووا غالبهم رووا بخلاف ذلك فلو كان إجماعا لم احتمل أن ينقلوا ذلك إلا كما نقله في الزيادة التي عن ابن مسعود وكذلك ابن عمر وقضية أنه فلما قبض قلنا لم يأتي تصريح واحد عن صحابي واحد بأن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحتمل مع أنه نحن نقول أصل في مثل هذا أنه في حكم فاحتمل أن يكون اجتهادا هذا محتمل والمطلوب السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة بقطع النظر عن طريقة السلام واضح وذلك قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يعني لم يسألوا عن السلام وإنما سألوا عن الصلاة وهذا يقتضي أن الأصل اللي هو إحكام أن هذا حكم محكم وليس حكما يعني متغيرا كذلك من الوجوه وكما تلحظون لو أردنا أن نقف عند هذا الموضوع فالوجوه كثيرة من الوجوه أن يقال إما أن يكون نسخا وإما أن لا يكون نسخا وهذا ليس من طرق النسخ ليس من الطرق الصحيحة فيه النسخ وقولهم كنا نفعل ثم فعلنا قولهم كنا نفعل ثم فعلنا يعني قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قولهم مثل هذا الأصل يعني أن هذا أمر مشتهر وهي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسألوا هذا السؤال فكيف لم يشتهر عن السلام يعني أقصد في الكلام أنه طالما ظهر السلام فإما أن يكون ظهر بالتعليم وإما أن يكون ظهر بسماعهم منهم لكنه في النهاية ايش ظهر فكيف ظهر في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الناس قليلا يعني عادة في الرواة في أول الأمر يكونون أقل يعني مثلا رواية في مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم حجم الرواية بالنسبة لعدد السنين قليل جدا عندك ثلاثة عشرة سنة فيها رواية قليلة جدا وعندك عشرة سنة في المدينة غالب روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني تقريبا جميع الصحابة رواوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقليل من الصحابة من رواوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وغالب من رواوا في المكة واضح وكلما تأخر العهد كثرة فكيف تظهر صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وتخفى في آخر الأمر واضح أشاهد من كلام أنك لو قفت مع هذه القضية ستجد الوجوه كثيرة أقل الوجوه أن يقال هذا في حكم المرفوع وهذا مرفوع طيب ما هو إحنا ما عندنا دليل لما خبره ممكن أن يكون فلما قبض عملنا بأمري معناها فالاحتمال موجود ما في عندنا نص لا في الإثبات ولا في المنعة ذلك إحنا نقول له في البداية لا نعارض من يقول بالعمل بهذا الحديث لاحتمال أن يكون ذلك عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا ليس مما يجري فيه الاجتهاد لكن بعد ذلك تراجعنا قليلا قلنا يمكن هنا فيه اهتمال أن يجري فيه الاجتهاد ليش لأن الصحابة ما سألوا كيف تنسلم عليك قالوا كيف نسلم كيف نصنع عليك عارفين نسلم وبس كيف نسلم وبالتالي بناء على هذا يجوز أن يكون وقع منهم اجتهاد لأن التسليم وقع منهم عن إيش عن معرفة مبدئية بخلاف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقع من توقيف قطعا واضح وبالتالي فالموضوع فيه مجال فمن التزم بالرواية التي هي عن غالب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو فقد عمل بالراجح ومن أخذ بالرواية التي رواها بعض الصحابة أنه قال فلا ينكروا عليه لكن ليس هو الراجح ولم يقول ذلك نعم خطب الناس نعم هذا معارض للذي يقول السلام على النبي فبالتالي قضيت مسأتنه ما وجد المعارض المعارض كل حديث كل حديث الصحابة معارضة كل ما مضى لأن عمر رضي الله عنه صحيح هذا يمكن مميز كما أنه خطب به الصحابة ولكن بقية الصحابة لم حد قلنا هذا في الكلام الأول في الدرس أنه كل واحد من هؤلاء لم يحدث به إلا التابع فهل حدث التابع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معارض ولما هو معارض معارض نعم حسن الله إليكم يقول السائل سفة السلام الأخيرة بقول السلام عليكم فقط هل هي تسليمة واحدة أم تسليمتان على هذه الحيانة لا تسليمة واحدة فقط يقول السائل أرى أحدهم يسلم بعد تسليمة الإمام الأولى وعندما يسلم الإمام الثانية يسلم هذا الشخص التسليمة الثانية فما هو هذا الفعل؟ هذا هو الصحيح الأصل أنه لا ينتظر الإمام بعد التسليمتين يسلم بل يسلم بعد تسليمة الأولى تسليمة وبعد تسليمة الثانية تسليمة أخيرا طيب نسمع الأخير يقول أرى كثير من المصلين يشيرون بالسبابة عند الشهادتين فما حكم هذا الفعل؟ هذا قال به بعض أهل العلم لكنه ليس الذي عليه النقل عن النبي عليه السلام ولا أعلم نصا فيه أن هذه الإشارة تكون مع الشهادة إلا اللهم أن بعض الناس سمى السبابة بالشاهدة فربما وقع في نفوس بعض الفقهاء أنه أشار ليشهد بأصبوعه ولكن هذا المعنى لا يكفي في إثبات حكم شرعي وبالتالي فالقول بأنه عند ذكر الله ربما يكون أولى لكن مع ذلك الأولى والأقوى هو أنه يستمر في أثناء الدعاء كما جاء في الحديث يدعو بها حديث أظن ابن عمر واضح في هذه النتيجة إيش كان الحقيقة المنقول عن إمام حناف طيب نذكر إذن المذاهب أما عند الأحناف فهم قد سهلوا في هذا الموضوع جدا أكثر من تساهل في هذا وأما عند الإمام مالك فالتسليمة الأولى هي التي عنده رقم وأما عند الإمام الشافعي فعنده الأولى رقم والثاني طبعا مستحبة وأما عند الإمام أحمد فالتسليمة الأولى رقم والتسليمة الثانية مستحبة على مذهب الإمام الشافعي والرواية الثانية أنهما رقم وعليه قول أكثر من تأخرين مذهب الإمام أحمد والإمام ابن قدامى رحمه الله تعالى وهو المعتمد يعني كلامه معتمد في مذهب الإمام أحمد رجح الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي الموافقة لمذهب الإمام الشافعي يعني كلام ابن قدامى في هذا الموضوع ذكر أن المنقول عن الإمام أحمد روايتان رواية موافقة لمذهب الشافعي ورواية أنهما وهو أشد المذايب في هذا أن كل من التسليمتين ركن وهذا القول أضعف الأقوال على الإطلاق وهو أضعف قولي الإمام أحمد بالنسبة لمحقيقي الحنابلة مثل ابن قدامى ومثل يعني الكبار وإنما قال به بعض متأخرة الحنابلة بل بعض متأخرة الحنابلة والقول الأظهر عن الإمام أحمد هو فقط استسليمه واحدة ركن الثانية واستحبه مثل مذهب الإمام الشافعي ورواية وعلى كل الأحوال المأموم يتابع الإمام عند الاختلاف نعم ويسلم الثانية إذا سلم الإمام الثانية بمثل وصفة يعني إذا قال الإمام مثلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلتزم بما يقوله الإمام إذا سلم الإمام تسليمه واحد يسلم فقط تسليمه واحدة إذا صلينا هنا الجنازة يسلم خلف الإمام تسليمتين إذا صليت الجنازة في مكة أو في المدينة تسلم تسليمة واحدة الجنازة كما يسلمون تلتزم بما يفعله الإمام إنما جعل الإمام اللي أتم به فلا تختلفوا عليه وصلى الله وسلم